وسوريو المدير الفني للفريق فريق الزمالك استقر على العودة لتشكيل الفريق في مبارات اتحاد الميستيري لما يواجه النصر السعودي يوم الخميس بإذن الله ومشا يعمل تغيرات وتعديلات عجيبة ومفاجأة كالعادة فهيلعب بمين بقى مبارات النصر؟ هيلعب في حراسة المرمى محمد صبحي وهيدافع بحمزة المسلوسي وحسامة عبد المجيد ومحمد عبد الغني وفي النص هيكون فيه موجود أحمد فتوح ونبيل عماد دونجا وزيزو مع عمر جابر وشكبالة مع سيف الدين الجزيلي وابراهيم النضاي وإن كنت أنا كريم مختلف مع فكرة شكبالة بصراحة هتقول لي لأ كريم ايه اوعى هتهاجم شكبالة؟ لأ مش بهاجم شكبالة شكبالة ده من أحرف اللعيبة اللي جات في تاريخ مصر فيش خلاف حب دي على جنب لعيب جامد جدا طبعا اسم كبير في تاريخ الزمالك مفيش خلاف همنتكلم فنيا شكبالة بطبيعة الحال والعمر هو راجل مش هيقدر يدي مجهود بدني كبير طول الوقت هيديك اللقطة الحلوة وهيديك حاجة حاسمة بس مباراة زي مباراة النصر لأ انت محتاج أدوار دفاعية قوية جدا من كل اللي عمين من أول سيف الدين الجزيلي قبل ما توصل لخط الدفاع شكبالة اللعيب المفروض يعمل أدوار دفاعية ويعمل تحولات هجومية فيها صورة عواوية وكلام من ده فشكبالة يبدأ هلك على شكبالة وعلى الفريق هيأثر على الفريق وهيأثر على اللعب فأنا في رأيي في رأيي متواضع يعني شكبالة لو كان ليه دور في الشوت التاني في المباراة دي ممكن يفرق مع الزمالك بداية المباراة هيأثر على نفسه هيأثر على الزمالك ضرائي وأكيد أسوريو يعرف عني